لكن نروح لريضا سليم صفقة كان فيه كلام كتير جدا عليها في الفترة الأخيرة صفقة انتظر او انتظرت جماهي النادي الأهلي انه يتم انها بشكل رسمي وقد كان مبرح النادي الأهلي اعلن بشكل رسمي طبعا عن التعاقد مع اللعب المغربي ريضا سليم اللي كان واحد من نشيء نادي رجاء المغربي واحد طبعا اكبر عندها الافريقية وانتقل للنادي الجيش الملكي عشان يقدم واحدة من افضل النسخ فيه الموسم الأخير وينجح مع كتيبة الجيش الملكي في عودة لقب بطولة الدوري بعد غياب تقريبا 15 سنة الملفت وانتظر اكيد طبعا شوفته حاجات او تفرجته على بروفايل ريضا سليم كلاعب في الجيش الملكي لكان الحقيقة عايز اقف مع اختيرات مرسال كولر اللي لازم الحقيقة طبعا هو حدد احتياجاته وكان الموسم ده فترة كافية انه يشوف وماشت النادي الأهلي وينجح بشكل كبير جدا في تقديم نسخ جديدة لعدد من اللاعبين ما كانش فيه شك على امكانياتهم يمكن كان فيه تراجع لمستوياتهم يمكن يكون فيه سوء توظيف لامكانياتهم فترة قبل كده ما خلتهمش يظهروا بالشكل اللي ظهروا به مع الاهلي الموسم ده او مع مرسال كولر تحديدا لكن لما تيجي تشوف اختيارات مرسال كولر او تحاول تشوف وتربط ما بين احتياجاته والشكل اللي هو عايز يوصل به مع النادي الأهلي في الموسم الجديد وخصوصا انه موسم صعب جدا والاسلوب اللي طبقه الفريق مع مرسال كولر تقريبا فيه الغالبية العظمية من مبارياته في الموسم الاخير وتشوف اول صفقتين تشوف امام عشور وتشوف ريدا سليم تحاول تشوف ايه اللي بيحاول يوصله مرسال كولر فيه حاجات ممكن تكون عناصر مشتركة كبيرة جدا بين امام وبين ريدا على الرغم من اختلاف المراكز واختلاف الأدوار لكن واحد واضح بشكل كبير جدا انه الراجل بيشتغل على نقاط اساسية يجب توفرها في اي لعب يلبسه شرط نادي الأهلي واحد انه يكون لعيب كرة واحد انه يكون عنده كرة كويسة سواء كنا بنتكلم على امام او ريدا الاتنين كرتهم حلوة وكرة من نوع اللي بتمتع الجمهور اتنين القدرات البدنية العالية اللاعب اللي يقدر يديك مش بس تسعين دقيقة بنفس المستوى لكن كمان يقدر يحافظ على مستوى او على ثبات مستوى عشان يكون الكلام دقيق على ثبات مستوى لأطول فترة ممكنة على مدار الموسم والاتنين كمان بيشتركوا في نفس الجزاء دي نمرة ثلاثة هي فكرة اللاعب الجكر اللاعب اللي تقدر توظفه في اكتر من مركز يعني لو بصيت لبروفايل امام وتوظيفه جوه الملعب امام لاعب تقدر تلعبه في الثلاث خطوط وانت مغمض عليك نفس القصة بالنسبة ريدا سليم ولكن في الجزء الخاص بنص الملعب اللي قدام نص الملعب الهجومي تقدر توظفه طرف يمين تقدر توظفه طرف شمال تقدر توظفه شادو سترايكر وممكن حتى تلعبه في خط النص كلاعب صنع لعاب او اللاعب بيقدر يزيد مع المهاجمين وبالتالي في جميع المراكز دي هتجده بيدي بكفاءة عالية جدا الجزئة الثالثة هي متوسط الأعمار الاهلي ما بيدورش على لعيبة كبيرة في السن الاهلي حاطط في عينيه او اعتقد يعني ان قدارة النادي الاهلي بتفكر بشكل كبير قوي مش بس على المسلم اللي جاي لكن يعنيها رايح اكتر على المواسم اللي جاي وخصوصا مع تطور مع تطور المسابقات اللي احنا شايفينه النهاردة تبتكلم محليا عندك بطولة السوبر بقت اسمها بطولة السوبر للأبطال مثلا يعني بقت اربع فرق عندك بطولة كاس العالم من عشرين إلى خمسة وعشرين هتبقى اتنين وثلاثين فريق عندك بطولة اسمها السوبر ليج او دوري الافريقي تم استحداثها مع افضل تمن فرق نسختها الاولى هتكون مع افضل تمن فرق في افريقيا احتمال جدا النسخة اللي بعدها يزيد عدد الفرق وبالتالي تبتكلم على مستوى من المنافسة عالي جدا تتكلم على كم بطولات بيزيد سنة بعد سنة بيتكلم على عدد مباريات في السيزن واحد تقريبا تقريبا بالنسبة النادي زي النادي الاهلي يعني بيشارك في كاس عالم بيشارك في شامبيونز ليج بيشارك في سوبر ليج بيشارك في بطولة سوبر بيشارك في دوري محلي في 34 مباراة بيشارك في بطولة كاس مصر تكلم على عدد كبير كده مبارات محتاج فرقتين وفكرة انك انت تبني فريق او تبني معدل تنزل بمعدل عمار عشان يكون عندك فريق يقدر يديك ويحافظ على معدل تحيي الالقاب اللي بيحققها النادي الاهلي لسنين واسنين جاية فدي برضو اعتقد واحدة من اهم العامل اساسية